في كل لحظة التكنولوجيا بتتطور فيها بتتطور معاها كمان طرق الاختراق ولازم تكون فاهم كويس ان ما فيش حاجة اسمها الامان المطلق طول ما انت بتستخدم التكنولوجيا حتى لو ما امن نفسك كويس اوي دايما هيبقى فيه صغرة محدش واخد باله منها بس يا ترى اللي هيلاقيها هيستخدمها في الخير ولا في الشر ده اللي هتعرفوه معايا النهاردة بس لو انت اول مرة تتبعني انصحك انك تتفرج على كل حلقات الدارك ويب وحلقات الهاكرز وده عشان تقدر تفهم احداث الحلقة دي هتلاوها كلها موجودة بالترتيب في البلايليست او في مشغل القوائم اهلا بيكم في كويس سليمان الموسم الثالث وبالرغم من ان انا ما كنتش شايف اي حاجة بس حسيت ان المكان اللي انا فيه دوت كبير جدا وده لاننا مشينا كتير وكنا بنحوض اكتر من حوضة وفي كل حوضة كنت بحوضها كنت بسجلها في دماغي وزي ما كنت كده برسم خريطة للمكان وانا مغمض عيني قلتت اقول مين اللي بيتكلم قال لنا محمود وسكت وبعد سوين رح قال لنا محبوص في اول قوضة على نفس الصف اللي انت فيه اول لما سمعت الكلام ده اتخدت لاني بقيت فاهم كويس ان هكتر لو مقدرش يخترق البرنامج دوت في اسرع وقت ويوقع المنظمة ديت انا هموت في المكان ده قلت له محمود فين قال لي محمود مين فقلت له كان محبوص معايا هنا في نفس القطاع فقال لي اه احنا محمود سبنا خلاص وهو وقعدنا ان هو مش هيتكلم دون الوقت مروان ابتدى يسق فيه جامد وبقى يسيبني الواحد معظم الوقت وكمان ما بقيتش هقعد في الحبس زي الاول ادوني قوضى مع الموظفين اللي شغالين في المنظمة بقيت حرفيا واحد منهم واخلال الفترة دية تصدت هجمات كتير وكت على طول ببلغ براندي بموقع اي حد بيحاول يخترق منظمة اليمينيشن بروجيكت بقيت جزء مهم جدا جوا المنظمة حدود الخطوة اللي بعد كده هي اني اوقع السيرفر بتاع البوت ماستر وبعد كده اتصل ببراندي واديله الاحداثيات بتاعة موقع الهاكر اللي كان بيحاول يخترقنا وده عشان يلحق يتصرف معاه بس انا ما عملتش كده كان عندي فضول رهيب ان انا شوف مين اللي بيقود الهجوم ده فمرضيتش اوقع السيرفر خلت عليه وابتدت اعمل اكواب علشان اخترق الكاميرا بتاعته واشوف وشه في نفس اللحظة دي اتدخل علي مروان ورح ايلي هو سيرفر التاكيف مش شغال لي يا سلمان ده كل اللي جوا المنظمة بتسلقه فقلتوله ان كان فيه هجوم وانا وقفته قال لي هجوم ايه قلتوله ده كان زومبي اتاك قال لي طب من اتهتليش ليه عشان اساعدك قلتوله انا كنت عايز اوقفه الوحد فقال لي طب حددت موقعه بلغت براندي قلتوله انا حددت موقعه وجبت الاحداثيات بس لسه ما بلغتش براندي فقرب كده نحيت الشاشة قوي ورح ايلي هو انت بتعملي قلتوله انا بحاول اخترق اللابتوب بتاعه عشان افتح الكاميرا بتاعته واشوف دمين فوقف جنبي وكان مستنيني وزي ما يكون عنده نفس الفضول اللي عندي ان هو يعرف دمين كملت الكود اللي كنت بكتبه ورح تدقس على زرار انتر في ساعتها كاميرا تلابتوب اتفتحت واتصدمت لما لقيت الهكر اللي كان بيحاول يخترقنا هو واتصدمت لما لقيت اللي بيحاول يخترقني هو اشرف صاحبي اشرف صاحبي من ايام الجامعة انا ساعتها شلت ايدي من على الكيبورد وفضلت حرفيا متنح للشاشة وانا مستغرب ايه علاقة اشرف بالكمبيوتر والهكرز والحاجات دي اشرف لما كان معايا في الجامعة ما كانش يليف اي حاجة ولا بنات ولا كمبيوتر ولا خروج ولا عربيات كان في حاله جدا كان دايما قاعد لوحده كده في كورنر في الجامعة حاطت السماعات في هدانه وقاعد بيسمع في مزيكة وماسك كشكول صغير في ايده وعمال بيشغبط فيه ولو الدنيا حرفيا ولعت ما كانش بيقوم من مكانه لدرجة ان من كتر ما هو رايق كنا مسميينه لايم يعني اللامون كنا لما نحب نهزر معايا نقوله نجيب لك كوبايتين اللامون تحت شجرة اللامون يا لامونة فجأة لقيت مروان بيبصلي وبيكلمني بيقولي انت تعرفه يا سليمان انا فوقت كده ومعرفش اللي روحت اقيله ولا ما عرفوش انا اول مرة شوفه فقال لي غريبة اصل انت اول لما شفته سرحت قوي فقالت له مش هارف بس ممكن يكون شابه حد انا عرفه عشان كده سرحت فرح اقيل لي طب وانت مستني ايه متوقع وتبعت يلا الاحداثيات لبراندي وبعد ما تخلص بقى بقى شوف بالمرة هتعمل ايه في سيرفر التكييف دوت عشان الكل قاعد يشتكي ووكل دماغي فرح تقول له طيب خلاص متقلاش انا هخلص كل حاجة مروان رح سيبني وراح عند الراكل اللي موجود في السيرفرات كلها كان واقف بيتطمن ان كل السيرفرات قيمة وشغالة كويس وانا كنت قاعد قدامي الكمبيوتر بحاول استوعب اللي بيحصل انا بمجرد ما شفت لايم حسيت بشعور غريب كده حسيت ان انا فوقت وابتدت اسأل نفسي انا ايه اللي بعمله هنا وازاي انا بقيت شغال مع عصابة بتعمل تجارب على البشر وكمان بقيت جزء منها وكمان مطلوب مني دلوقتي ان اسلم واحد من اصحابي علشان خطر يبقى جزء من تجاربهم فقولت لنفسي لا 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 انا مش هعمل كده اللي حصل معيوفه وساتلايت مش هيتكرر تاني وروحت مدلة الاحداثيات بتاعت موقع لايم اللي كانت معايا ودخلت بسرعة على اجهزة الفايروول بتاعت المنظمة وروح تطفيها لايت ما روان هو واقف قدام الراج بتاع السيرفرات بيندح علي بصوت عالي بقول لي سليمان الجدار الناري تقفل وبعد ثواني كده رح ايه لي دل برايمري اللي هو الرئيسي وكمان الباك اوب بتاعه تقفلوا اللي اتنين وراح لافف وبصصلي واهلي انت بتعمل ايه بالزبط عندك ما كنتش برد عليه ابتدى يجري علي وبمجرد مواقف جنبي اتفاجئ لما لقاني قاعد بفتح كل البورتس اللي موجودة على النيتورك بتاعت اليمينيشن بروجيكت الشبكة بالكامل بقت من غير فايرول وكل البرتات مفتاحة فيها ابتدى يشداني من على الكرسي وهو بيقول لي انت مجنون انت بتعمل ايه وراح موقعني على الارض وقاعد مكاني على الكرسي قدام الكمبيوتر الرئيسي اللي بتحكم في كل حاجة لكن كان متأخر قوي لان لايم كان قدر يسيطر تاني على السيرفر اللي عليه جيش الزومبي كله وابتدى يعمل اتاك من جديد بقوة كبيرة جدا وما كانش فيه اي حاجة قدر اتوقفه كنت شايف لايم وهو عمال ينقل الفايلات بتاعة المنظمة للجهاز عنده ومراوان قاعد قدام الكمبيوتر مش عارف يعمل اي حاجة وكل لما مراوان يقوم الجدار الناري لايم يروح طفيهوله تاني كل ما يقومه لايم يروح موقعه له وطفيهوله تاني مراوان بقا هيجنن رح قاعد من على الكرسي وبصيص له هو بيزعق قال لي انت عارف يا سليمان براندي لما يعرف اللي انتهى ببتو دوت هيعمل فيك ايه ورح سيبني وجاري على الراك اللي فيه السيرفرات ورح فاصل الفيشة الرئيسية اللي كانت مشغلة الراك كله وبكده كل حاجة وقفت وكل السيرفرات اللي عليها البيانات وقعت وطفت ووقع معاها اخر املية في ان المنظمة دي يطقع لان للأسف لايم ملحقش ينقل كل البيانات ومعرفش كمان لو كان قدر يلحق يحدد موقع المنظمة دي عشان يبلغ عنه ولا لأ مروان رح مسك الوكي توكي من على الديسك وقال لي انا اسف يا سليمان بس انت بوست كل حاجة كنا بنعملها بسبب غباءك وابتدى ينده على موظفين الامن ولسه بيقولهم ان حصلت عملية اختراق بسببي ما كانش فيه قدامي اي وقت للتفكير ساعتها قمت من مكاني وابتدت اجري عليه بكل قوتي ورح تزقه وخبطه في الحيطة اللي كانت في ظهره مروان قوة الخبطة وقع في الارض واغم عليه جريت بسرعة على مروان ورح تواخد الوكي توكي من ايده ورح تجاري بسرعة وضارب انزار الحريق اللي كان موجود في القوضة اللي احنا فيها وفي ساعتها انزار الحريق ابتدى يضرب في المنظمة كلها خرجت من غرفة التحكم وانقع داجري وسط الممرات بتاعت المنظمة كنت بحاول افتكر الطريق اللي رسمته في دماغي اول مرة جيت فيه هنا لكن للأسف ما كنتش قادر افتكر اي حاجة الموضوع دوت كان من اربع سنين ده غير ان هم كانوا مغميين عيني وكمان ما كنتش قادر ولا افتكر ولا فكر في اي حاجة من كتر التوتر اللي انا كنت فيه بقيت بجري وسط الممرات بدون اي هدف وبعد شوية سمعت الامن وهو بيتكلم في الوكي توكي اللي كنت اخدته من مروان كانوا بيقولوا ليلاقي سليمان يقبض عليه وعايزينه حي وفجأة وانا عمال اجري لقيت واحد من موظفين الامن واقف في وشي حاول يوقفني لكني روح تجاري من جنبه ملحقش يمسكني فابتدى يجري ورايا وسامعه هو ماسك الوكي توكي وقعد يبلغ عن مكاني لحد لما وصلت الممر كان في اخره باب مقفول حاولت افتح الباب دوت لكن ما عرفتش الباب كان تقريبا مقفول من جوة او مقفول بمفتاح ببص ورايا لقيت ثلاثة من موظفين الامن بيمشوا نحيتي ما كانش فيه ساعتها اي منفذ للهروب ولما قربوا مني قوي رحوا كلهم نقطين علي ومسكني حاولت قاومهم اوافلت نفسي منهم لكن ما عرفتش خالص فما بقيتش عارف اعمل اي حاجة غير ان انا قاعد ازوق فيهم وانا بزعق وقول لهم كفاية كده انا بقال اربع سنين بعمل كل اللي بتقولولي عليه انتو عايزين مني ايه تاني ماتسبوني بقى ما كانوش بيرد علي فضلوا مسكني ومشيين بيا لحد لما وصلوا عند باب الباب دوت كان مكتوب عليه القطاع 004 فتحوا الباب وابتدوا يخشوا بيا وبمجرد ما دخلت القطاع دوت عرفت ان انا خلاص نهايت يا الرابط وافتكرت كلام محمود اللي قابلته اول مرة لما قالي طول ما انت في القطاع 008 يبقى تطمن هما لسه محتاجينك لكن لو رحت اي مكان تاني فحياتك كده ساعتها هتبقى في خطر القطاع دوت ما كانش فيه غير عشر زنزانات خمسة على اليمين وخمسة على الشمال رحوا هما مدخليني في اول زنزانة موجودة على الشمال وطول الوقت دوت انا ما كنتش بطلت صريخ للحظة قاعد اقول لهم ما تبقاش دي النهاية انا كنت واحد منكم في يوم من الايام كل دوت ملوش تمن عندكم محدش كان بيرد علي قفلوا علي وخرجوا برا القطاع فضلت برضه صرخ وصوت وزعق طول اليوم وبرده محدش كان بيعبرني لحد لما تعبت وقعدت في الارض بقيت قاعد خايف لاني عارف اللي هيحصل فيها وبجد اصعب حاجة في الدنيا هي انتظار الموت احساس مرعب مستحيل حد يقدر يتصوره او يتخيله مستحيل يتوصف ما كانش فيه حد في القطاع ده كله غيري كان كل يوم الامن بيدخل للأكل ويمشي على طول وكان بيتجهل اي سؤال بسألهله لحد لما بعد يومين الباب الرئيسي بتاع القطاع 004 اتفتح في وقت غير الاوقات اللي بيدخلو لي فيها الاكل فقمت مما كاني بسرعة ووقفت وانا مستني اشوف مين اللي دخل دوت لقيت واحد لابس سينيفورم بتاع دكتور لابس بلطه ابيض وكمامة والغطى بتاع الشعر اللي بيلبسوه في العمليات وكان لابس ندارة وما كانش باين اي حاجة منه غير عينيل ورا الندارة كان واقف وعملي بصلي لطول انتوا عايزين مني ايه وهتعملوا فيا ايه مردش عليا فضل واقف بيبصلي وما بيتكلمش لطول عموما مش هتفرق عارف مش هتفرق ليه لان انا تعبت انا مش هفضل طول حياتي شغال زي العبد في خدمتكو وانا كده 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 كنت عارف ان الدور هيجي علي في يوم من الايام فراح قللي عارف يا سلمان اه هي دي بقى مشكلة البشر الرئيسية بل همش امان لانك مهما وقفت جنب اي حد وساعدته برضو هيجي اليوم اللي هيدوس عليك فيه بس لا انت مش كده يا سلمان انا عارف ومتأكد ان انت نفسيا تعبان فقلت له انت صوتك مش غريب عليا انا حاسس ان انا عارفك وتكلمت معاك قبل كده بعد دقيقة كده بتتتجمع قلت له انت محمود اللي كنت محبوس معايا في القطاع 008 اول لما جيت هنا فبصلي وضحك قلت له انا لما سألت براندي عليك قال لي ان هم سابوك في مقابل ان انت مش هتتكلم ولا تجيب سيرة المنظمة لأي حد فقال لي بس انا مكنتش محبوس عشان يسيبوني اصلا يا سلمان فقلت له مكنتش محبوس يعني ايه مش فاهم يعني توصو دي ايه يعني فقال لي طيب خليني اعرفك بنفسي بس المرة دي بقى بجد انا دكتور مينا وشغال هنا في المنظمة دكتور نفسي وكل القصة الطويلة بتاعت محمود اللي انا حكيتها لك لما كنا محبوسين دي كانت اسلوب من اساليب الطب النفسي بنقول عليها او بنسميها التلاعب النفسي ودي بنقدر من خلالها نوجه الشخص لان هو يغير سلوكه وفكره ولازم تمر باكتر من مرحلة اول مرحلة يا سلمان كانت الارهاب والتخويف ودي ابتدت لما انت شفت العملية اللي حصلت على صاحبك ساتيلايت انت ساعتها ما خفتش عليه انت خفت لانك عارف انك ممكن تتحط مكانه والمرحلة التانية هي التشتيت الفكري ودي ابتدت لما كنا كل يوم بنفرجك على تجربة جديدة مرعبة لدرجة ان انت حتى ما كنتش عارف ولا تنام ولا تفكر في اي حاجة والمرحلة التالتة بقى هي الفرصة البديلة ودي ابتدت لما وصلتلك فكرة انك لازم تكون عايش اطول فترة ممكنة ولازم تعمل اي حاجة يقولولك عليها عشان ده يحصل والمرحلة الرابعة بقى والاخيرة اللي هي الحافز او زي ما بتقولوا عليها كده الجايزة ودي لازم تبقى الحاجة اللي انت بتتمنيها وهي انك تبقى حر ودي ابتدت لما قلتلك ان انت هتحل مكاني وبعدها لما براندي قالك ان هما سابوني كل دوة هيئك نفسيا لانك تكون واحد مننا وبعدها كده سكت شوية وقال لي بص يا سلمان انت اخدت مجهود كبير جدا مننا في تدريبك واحنا كلنا وثقنا فيك وانا عارف ومتأكد ان اللي حصل منك دوة اكيد ما كانش مقصود فانا هساعدك انك تخرج من المشكلة اللي انت فيها دايت فقالت له هتساعدني ازاي قال لي اه سؤال حلو انت بقى لك قد ايه في المكان ده سلمان ما شفتش النور ولا الشمس فقالت له بقى لي اربع سنين قال لي هنص الفترة دي بس ممكن تجيب اكتئاب لواحد ما بيشوفش الشمس تخيل انت بقى اللي عندك ده ايه ده يأس وكتئاب وحاجات كتير كده مع بعض انا هوصل الموضوع لبراندي وهقنعه ان انت تكمل معانا لكن لازم توعدني يا سلمان ان اللي حصل دوت مش ممكن يتكرر تاني فقالت له وانت ليه بتشرح لي كل الحاجات اللي انت وعملتوها معايا ديت وايه مصلحتك اصلا في ان انا كمل او ما كملش ما ممكن قوي تشوفه اي حد غيري قال لي بص يا سلمان انا قلت لك الحقيقة وكل اللي احنا عملناه معاك عشان اباين لك قد ايه احنا نيتنا كويسة وانا بعمل كده لان انت بقى لك 4 سنين شغال معانا وخلال الفترة دي كلها مغلطش غلطة واحدة فاكيد اللي حصل دوت كانت حاجة عرضة كده وخصوصا ان هي مكانش متخطط لها بتقولوا بقولك ايه يا مينة ولا يا محمود انت انا مش هكمل واللي انتو عايزين تعملوه فيه يعملوه انا خلاص تعبت وراح ما قطعني وانا بتكلم واللي اهدى اسلمان اهدى وفكر كويس في اللي بتقوله قبل ما تتكلم عشان انا مش داخل اتحيل عليك انا داخل هنا عشان اساعدك انا معاك مش ضدك والناس اللي هنا ما بترحمش واي حد بيغلط حياته بتبقى هي المقابل واللي بيحصل معاك دلوقتي دوت ما بيتكررش كتير انا مش عايز اسمع منك اي كلام دلوقتي هعدي عليك بكرة ونتكلم تاني وراح مديدلي ايده عشان يسلم علي لاحظت ان فيه زي ورقة صغيرة كده متطبقة في ايده فراح تمسلم عليه راح تتهالي في ايدي وهو ماسك ايدي وبيسلم علي راح بصص بعينه ناحية اليمين من غير ما يحرك دماغه لما بصيت على الناحية اللي بيوجه عليها عينه لقيت فيه كاميراة مراقبة محطوطة ففهمت ان هو عايز يقول لي حاجة بس مش عارف لان هو مترائب وكاتب الحاجة ديت في الورقة اللي بيديها لي بعد لما سلمت عليه راح تحطت ايدي اللي اتنين في جيبي علشان ما يبانش الورقة اللي انا خدتها منه وسبت الورقة في جيبي وطلعت ايدي بعديها واقعدت على السرير وبعد حوالي ساعة كده رحت اقعد على حرف السرير ومدي ظهري للكاميرا وبتدت اعمل بقى كاني بدف ايدي كده وبردين ورحت حاطت ايدي في جيبي كده وبعد شوية رحت مخرج الورقة بالطريقة كده وبتدت ابص فيها وقراها لقيته كاتب لي انا محبوس زيك بالزبط وماقدرتش هتكلم معاك لان هم مركبين لي مايكات وبيسمعونا وانا دلوقتي بحاول اقناعهم ان يخلوك تكمل ومايدخلكش في مشروع التجارب بتاعتهم لكن لازم تكون فهم كويس ان هم بمجرد ما هيجيبوا حد مكانك هيستبعدوك وعايزك تفتكر كويس قصة محمود اللي حكيتها لك اول مرة اتخلص من الورقة دي تكلها وما ترميهاش انا بعد لما قريت الورقة رحت حاطتها في بقي وندغها وبلعها وعرفت ان دكتور مينا ده برضو بيحاول يساعدني لان هو محطوط في نفس الموقف اللي انا محطوط فيه بس اللي مقدرتش هفهمه هو ليبي يقولي افتكر قصة محمود اللي حكها لي اول مرة قابلني فيها دخلت انام وانا قعدة فكر وروحت في النوم من كتر التفكير تاني يوم الصبح بدري فجأت ان الباب الرئيسي بتاع القطاع اللي انا محبوص فيه بيتفتح انا افتكرته الدكتور مينا جاي زي ما قال لي لكني سمعت صوت ده وشجامد قوي وحد كان قاعد يقول لهم سيبوني لو انتو فاكرين ان الموضوع خلص لحد كده فانتو بتحلموا اللي حصل دوت هو مجرد بداية لكن احنا مش هنسكت وفضل الامن يشد في الشخص دوت وهو عمال بيعافر ويزق فيهم ويزعق لحد لما راحو زقينه ومدخلينه في الزلزالة اللي في وشي ورحو قفلين عليه وسبوه خرجوا لما بصيت على الشخص اللي حبسوه قدامي دوت فجأت النولايم فقلت له لايم لقيته راح بصيسلي وقال لي ايه ده سليمان الحمد لله ان انت لسه كويس فقلت له انا كويس بس انت قدروا يمسكوك ازاي قال لي انا دخلت على سيرفرات المنظمة ديت وعملت دي دوس اتاك بجيش كبير جدا من الزومبي وابطلت اختارك سيرفرات من سيرفرات المنظمة ديت وقعها لكن للأسف الهجوم بتاعي كله تصدد وسيرفر الزومبي وقع مني والتاخد والاي بي بتاعه تغير لكن بعد شوية في حاجة غريبة قوي حصلت السيرفر بتاع الزومبي رجع بنفس الاعدادات اللي كانت عليه وقدرت اخد السيرفر تاني وكل البرتات اللي كانت على الناتورك بتاعت المنظمة تفتحت زي ما يكون في حد كان بيحاول يساعدني من جوه المنظمة فاستغلت الفرصة ديت ابتدت انقل كل الفايلز والداتا اللي موجودة على سيرفرات المنظمة وفي نفس الوقت دوت ابتدت حاول حدد الموقع بتاعهم لكن بعد حوالي خمس دقيق كده كل حاجة وقعت وزي ما يكون ما بقاش ليهم موجود فادلت برضه تابع الوضع لحد ما بعد خمس ساعات كل حاجة اشتغلت من تاني فهجمت بجيش الزومبي بتاعي كله وابتدت انقلت ديتا من تاني وقدرت كمان حدد موقعهم الموضوع اخد مني وقت كتير حوالي ثلاث ساعات لان حجم البيانات كان كبير وبعد لما عملية النقل خلصت لقيت كل البيانات او الداتا ديت متشفرة فما كانش ينفع ابلغ عن المنظمة ولا اعمل اي حاجة من غير ما يبقى معايا دليل مادي في ايدي فاضطرت ان انا فك تشفير البيانات دي الاول بس بعد لما فكت التشفير دوت اكتشفت ان كل الفايلز ديت كانت هاش فايل هاش فايلز ديت يعني فايلات مضروبة كلها ملهاش اي لازمة عرفت ساعتها ان انا ما كنتش جوه السيرفرات بتاعت المنظمة انا كنت جوه الهاني بوتس او برطمنات العسل المنظمة كانت عاملة بنية تحتية فيها سويتشات وسيرفرات بتحكي نفس البنية الحقيقية اللي انا دخلت فيها قبل كده بتاعت المنظمة وطول الفترة اللي انا كنت قاعد بنقل فيها في الفايلز وفي الديتا وفاكر ان انا مسيطر على الوضع كان هما بيحددوا اللوكيشن بتاعي او الموقع بتاعي وللأسف قبل ما فهمت كل اللي بيحصل حوالي دوت كان متأخر قوي وفجأت بباب الشقة وهو بيتكسر ولقيتهم قدامي فقلت له انا لو كنت بساعدك يا لايم من جوه المنظمة وعملت هيكينج على الكاميرا بتاعتك وتصدمت لما لقيتك ان انت اللي بتهجم فقال لي وتصدمت ليا سليمان قلت له انك عمرك ما قلت لنا انك هكر يا لايم فضحك وقال لي يا سليمان ما هو مفيش هكر بيقول على نفسه انه هكر ولو حد جيه قال لك انا هكر اعرف انه هو عبيد وبيقول اي كلام فقلت له طب وانت كنت بتهجي مع المنظمة لي يا لايم قال لي عشان خرجك يا سليمان انت ويوفو ساتيلايت هم فين صحيح قلت له يوفو ساتيلايت قتلوهم قال لي قتلوهم قتلوهم ليه قلت له يوفو ساتيلايت قتلوهم لانهما رفضوا انهم يتعاونوا معاهم فبص لي وهو حزين وقال لي ما تزعلش يا سليمان ما تقلقش حقهم مش هيروح بس لحظة واحدة يعني معنى كده انك تعاونت معاهم قلت له اه يا لايم تعاونت معاهم عشان كنت على امل ان حد يخش من برا ويحاول يخترق المنظمة ديت وانا اقدر اساعده من جوه زي ما حصل معاك كده بالزبط قال لي ايو ايو تفكير زكي قلت له وانت مين اللي قالك ان انا هنا وبتساعدني ليه اصلا فقال لي بينكي شارك حكيتلي على كل حاجة ده بعد لما هيكتور طبعا رفض انه يقف جنبها علشان خطر يساعدكم انا اتصدمت قلت له هيكتور رفض يساعدنا فقال لي اه رفض وقال لها ان الموضوع خطر جدا وانه لو عمل كده الخسار هتبقى كبيرة كبيرة لدرجة انهاية ممكن تبقى النهاية بتاعة الفريق بتاع بلو فليم كله بس انت عارف يا سلمان انا حاسس ان الموضوع اكبر من كده هيكتور دوت انا شاكك انه فيه وراه حاجة قلت له حاجة زي ايه قال لي معرفش بس حاجة ليه علاقة بالمنظمة اللي انت فيها ديت منظمة اليمينيشن بروجيكت فقط له طيب وانت ايه اللي خلك توافق انك تساعد بينكي شارك مع انك عارف كويس ان الموضوع خطر جدا رح يقول لي بينكي شارك عرضت انهاية تديني السيرفر بتاعة زومبي اللي انا عملت بيه الاتاك دوت وقالت لي اعتبره بتاعك لو وفقت انك تساعدني وبصراحة يا سلمان العرض بالنسبة لي كان مغري جدا انت عارف عشان تعمل سيرفر بالقوة ديت محتاج وقت قد ايه ده مش هتحتاج يوم ولا يومين ولا اسبوع ولا شهر ده انت هتحتاج اكتر من سنة تخيل بقى سيرفر بالقوة ديت لما يبقى معايا وملكي في لحظة بس انت بتقول ان انت اللي ساعدتني يا سلمان صح طوله اه قال لي طب لما انت ساعدتني ازاي انت محبوس قدامي دلوقتي طوله ما عشان ساعدتك يا زكي هارفه رح وحبسني فقال لي اه اه تمام طب بقولك فيه اي فرصة انك ممكن تخرج من هنا تاني او انك تعرف اي حد ممكن يساعدنا فقال طوله اه وفي فرصة ان انا اخرج من هنا بس هي فرصة ضعيفة جدا قال لي تمام يبقى لازم تفكر من دلوقتي فقال طوله فكر فيه قال لي تفكر لما تخرج هتعمل ايه بما انك اشتغلت هنا انت تعرف ايه هي اضعف حتة في النتورك بتاعتهم قال طوله انس هالايم النتورك بتاعتهم متأمنة بنسبة 100% قال لي مفيش حاجة اسمها الامان المطلق في عالم التكنولوجيا يا سلمان اي نظام حماية مهما كان قوي لازم يبقى فيه نقطة ضعف فكر انت بس يا سلمان فكر كويس عشان الوقت مش في صالحنا اعدت على السرير وبقيت قاعد بعصر في دماغي وبحاول افكر يا ترى اضعف نقطة او الصغرة ديت ممكن تبقى فين كلام لايم فعلا منطقي جدا اكيد فيه صغرة بقيت واقف في الزنزانة وانا قاعد احاول اعصر في دماغي وافكر الصغرة ديت ممكن تكون فين ايه اضعف حتة في النتورك بتاعة اليمنيشن بروجيكت وبعد حوالي ساعة من التفكير العميق افتكرت كلام الدكتور النفسي مينا مينا لما اتكلم معي على ان هو محمود اول مرة حكالي قصة وهمية بس القصة ديت كان فيها طريقة اختراق لمنظمة اليمنيشن بروجيكت ولما جالي مبارح وكان بيتكلم معي حاسته ان هو كان بيلمح لي بحاجة زي كده وكان قاعد يحاول يفكرني باول مرة تقابلنا فيها مع بعض ومش كده وبس ده كمان كان كاتبلي في الورقة اللي سابها لي ما تنساش قصة محمود اللي حكيتها لك اول مرة قابلتك فيها دلوقتي بس عرفته هو قالي افتكرها ليه الصغرة موجودة في انظمة اليو بي اس شبكة المولدات الاحتياطية بتاعة الكهرباء هي فعلا اضعف نقطة موجودة على الناتورك ده دهت على لايم بسرعة ولطوله لايم انا عرفت الصغرة موجودة فين فقال لي فين يا سلمان قلطوله على انظمة اليو بي اس فقال لي طب تمام جامد جدا عايزك تبعت له رسالة من خلال الموقع دوت فقال طب قريبك ده هيعمل ايه قال لي قريب دوت معا تيم كبير جدا من الهوكرز وبمجرد ما تدخله هو هيعرف يعمل كل حاجة كل اللي هتعمله هو انك هتقول له لايم محتاج جناح الفراشة على الاي بي دوت واكتبله الاي بي بتاع اليو بي اس وفي السطر اللي بعديه هتطلو منه ان هو يبعث الاحداثيات بتاعة موقع الاي بي دوت لانجري دراجون فقال طلو مين التنين الغاضب دوت قال لي هتعرف كل حاجة بعدين يا سلمان مش وقت استفسارات دلوقتي احفظ الموقع اللي هقولك عليه وابتدى يماليني الموقع ويشرح لي هقدر ادخله ازاي عشان اتواصل مع قريب ودوت ويا دوبك لايم خلص الكلام ولقينا باب القطاع بتاع 004 بيتفتح وبراندي داخل علينا منه داخل ما بصليش اصلا رح رايح ناحية لايم ورح اقلله ازاي يا لايم لايم رح اقلله بقولك اتكل على الله عشان انا مصدع براندي رح اقلله اتكل على الله عشان مصدع طب بص يا حبيبي انت متعرفنش كويس بس احنا هنتعرف على بعض اكتر مع الوقت وانا هعلمك تتكلم معايا ازاي بعد كده ولو دماغك مودياك انك ممكن تهرب او ان ممكن حد يساعدك عشان تخرج من هنا فخليني اقولك ان ده مش هيحصل غير في حالة واحدة بس وانت نايم وبتحلم لايم رح يقوله طب بقولك ايه بص بقى انت وركز في اللي بقولولك لو انت متخيل ان انا ممكن اساعدك او اتعاون معاك وعملك اي حاجة علشان تسهلك شغلك فانت كده اللي بتحلم براندي ضحك وقال له ومين اللي قالك ان انا عايزك تساعدني او تشتغل معايا الموضوع ابسط من كده بكتير وبعدين انا اللي هيكمل شغل معانا هو اسليمان وراح لففه بص اسلي وقال لي مش كده اسليمان ولا ايه فقولت له اه كده انا عارف ان انا غلطت اوعدك مش هتتكرر تاني فبص الايم وقال له شفت؟ لايم رح يقوله طب ما تلخص كده وتقول انت عايز مني ايه؟ قال لو انا عايز البلو كريستل لايم رح يقوله انا معرفش انت بتتكلم عن ايه؟ براندي اقال له متعملش فيها عابيت وقال لي فان البلو كريستل؟ لايم قال له صدقني لو اعرف مكانها هقولك وبعدين معروفة يعني كريستال ازار اه ممكن انجرها من عند اي حد بتاع كريستال براندي رح يقوله انت بتهذر طيب عموما افتكر ان انت اخترت الطريق الصعب اليوم اللي هتنهار فيه وساعتها هتعترف. وهتقولي في الاخر على مكان البلو كريستل. يعني الموضوع مسألة وقت مش اكتر. فخلينا بقى نقصر على بعض المسافات. لايم رح يقول له لايب انت كده لسه ما تعرفنيش. عشان انا نفسي طويل قوي. براندي مردش عليه. ورح مشاور علي وقال لموظفين الامن خرجولي سليمان. ورح بصص للايم وقال له انها عدي عليك كمان ساعة. هجيب معاه شوية العاب كده صغيرة نلعب بها مع بعض. وخرجت انا وموظفين الامن وبراندي من القطاع 004. وبمجرد ما خرجنا براندي رح لافف وبصصلي وهو بيزعق. قال انت هترجع وهتكمل شغل معنا تاني. واللي حصل ده يا سليمان لو اتكرر مرة تانية انا مش هرحمك. انا هخليك بتتمنى الموت في كل لحظة. ورح لافف ومكمل ماشي وكلنا مشينا وراه لحد لما وصلنا لغرفة الرئيسية بتاعة التحكم اللي فيها كل السيرفرات. براندي دخل وانا وراه ومعنا الامن. وبمجرد ما مروان شافني بقى هيجنن. وابتدى يتكلم مع براندي بصوت عالي. قال لو انا مش فاهم ازاي بعد كل اللي عمله دوت ترجعوه يشتغل تاني في مكان حساس زي دوت. انا ضد القرار ده يا براندي. براندي رح مزعق في جامد. قال لو انت تجننت انت ازاي تتكلم معايا كده. وانت مين اصلا عشان تقرر. انا هنا المسؤول. وانا هنا اللي قرر ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش. وانت هنا هتعمل اللي يطلب منك وبس يا مروان. سليمان هيكمل شغل هنا زي ما كان بالزبط. وهيبقى تحت ملاحظتك. واي حاجة هتحصل منه غلط. هتبقى انت المسؤول قدامي. مروان قال له ازاي يعني يا براندي قال له اش. خلص الكلام. وراح سيبنا وخارج هو وموظفين الامن. مروان ما كانش قدامه اختيارات. اضطر ان هو يقعدنا اشتغل. وخلاني اعمل الشغل اليومي اللي كنت بعمله كل يوم عادي. بس كان قاعد مركز معي جدا. لدرجة ان هو كان مركز على كل الضرار بدوس عليه في الكيبورد. ما كانش حتى مديني فرصة ان انا اعمل اي حاجة. بعد حوالي ساعتين كده مروان قال له انا داخل الحمام وجاء على طول. ما تعملش اي حاجة يا سليمان غير اللي انا قلتلك تعملها. فالطوله طيب خاضر ماشي. بمجرد ما خرج روح تفتح السيرفر بتاع الكاميرات. وفتحت الكاميرات بتاعت القطاع 004 عشان اشوف لايم. لقيت براندي قاعد معاه جوا في الزنزانة مكتفينه ومقاعدينه على كرسي واقاعدين يقطاعه من جسمه. وبالرغم من ان الكاميرات دايت ما كانتش بتطلع صوت لكن كان باين جدا على ملامح وش لايم العذاب اللي كان بيمر بيه. في نفس اللحظة دايت لقيت مروان واقف ورايه. وراح قال انت فاتح سيرفر الكاميرات ليه. هو انا مش اعيل لك ما تعملش اي حاجة غير اللي انا طلبتها منك. طيب خاضر لسه هقفل لقيت وروح ماسك ايدي. قال لي واريني كده كنت بتتفرج على ايه. ابتدى يبص على الشاشات ويتفرج على لايم وهو بيتعزب. قال لي اه انا فهمت انت كنت داخل بقى بتتطمن على صاحبك. عارف يا سلمان انا كان نفس اشوفك مكانه. وابتدى يقفل الشاشات بتاعت الكاميرات وقال لي بعد كده ما تخشش على اي حاجة غير اللي اقولك عليها. وراح مديني ريبورتات كان كلها اكواد فيها ايررز كتير. وطلب مني ان انا اشوف ايه اسباب الاررز ديت وصلحها. بقيت قاعد شغال في الريبورتات على الكمبيوتر وشايفه قاعد من بعيد وعمال يبص علي ويتابعني. كان حرفيا مستنيلي على غلطة. بعد شوية التليفون اللي في القوضة اللي احنا قاعدين فيها ضرب. مرة ورح ردد على التليفون ايوه. طيب حاضر هاجي حالد طب اسلمان طيب هعمل معا ايه. ازاي يعني. طيب حاضر. وراح قافل السك. بصلي وقال لي كمل شغلي في الاكواد وما تتحركش من مكانك. انا ابتدت اخش على اجهزة الكمبيوتر بسرعة وادور على السيرفر بتاع اليو بي اس. وما اخدتش وقت كتير. لقيته على الشبكة بكله سهولة. ولما دخلت عليه لقيته فعلا مش متأمن خالص. اخدت الاي بي بتاعه عشان اعمل زي ملاي مقال لي بالزبط وابعته القريبه. بس اللحظة كده حسيت ان في حاجة مش طبيعية. كل الريبورتات والبيانات اللي على السيرفر دوت بتبين حالة اجهزة اليو بي اس اللي موجودة على الشبكة كلها بس من يومين بس. موضوع مش منطقي طبعا. وده بالنسبالي ما كانش ليه غير معنى واحد. هو ان السيرفر دوت معمول من يومين اتنين بس. يعني سيرفر جديد بمعنى صح. وبعدين ابتدت اركز في اللي بيحصل. مارا وان كان رافض ان هو يسيبني لحظة واحدة من ساعة ما دخلت الكونترول روم ديت او غرفة التحكم. دلوقتي دخلين هو في تلت ساعة وهو سيبني تماما. اشمعنا حبسوا لايم في الزلزلة الي قدامي بالزبط مع ان القطاع كله كان فاضي. وفي تقريبا كمان عشر زنزانات. وليه اصلا القطاع ده كله كان فاضي وما فيش فيه حد غير انا ولايم. وازاي بعد لما عملت كارثة كبيرة وكت هبقى سبب فوقوع المنظمة دي كلها يرجعوني تاني عشان اشتغل معاهم. قلت لأ الناس دي مستحيل تبقى بالغباء ده. انا كمان بعد لما فكرت شوية قلت طب ما ممكن كمان يكونوا كان بيسمعوني وانا بتكلم مع لايم طول الفترة دي. واحتمال كبير قوي كمان الدكتور دوت ما يكونش محبوس زي ما هو قاعد يقولي وكاتبلي في الورقة. بس هم عاملين ليه علاية التمثيلية دي كلها. قاعدت حاول افكر كده. وبعدين قلت النفسي لما فيش وقت للتفكير. انا لازم اتصرف وبسرعة. انا لازم الاقي سيرفر تاني غير سيرفر اليو بي اس دوت. سيرفر يكون ضعيف. سيرفر ما يكونش عليه سيكيوريتي عالية. المواصفات دي كلها مش هتبقى موجودة غير على سيرفر معلهوش داتا او بيانات. يعني بمعنى اصح هيكون سيرفر بيقدي وظيفة. يعني بيران سيرفزز وبيطلع ريبورتات. وكمان الريبورتات او التقارير اللي هيطلعها ديت. هتبقى عشان تعرف اداء الحاجة اللي وصل عليه مش اكتر. بقى الدماغي تودي وتجيب. بس بعد شوية افتكرت السيرفر بتاع التكييف. السيرفر دوت بتنطبق عليك كل المواصفات اللي انا لسه ايلها دلوقتي. سيرفر معلهوش بيانات. بيتحكم في مستوى التكييف مش اكتر. وبيطلع تقارير بالاروز اللي بتحصل. ابتدت اخش على السيرفر بسرعة. ولايت انه فعلا معلهوش سيكيوريتي عالية. كان عليه الفايروول اللي بينزل اوتوماتيك مع الويندوز سيرفر وروح تطفيه. وروح تفتح بسرعة الموقع اللي لايم الدهولي. كان موقع بيبيع هدوم زي ما هو قال لي بالزبط. رحت دايس على زرار استطلاع الرأي. طلع لي ان انا مفروض اكتب ميسج. رحت كاتب لايم محتاج جناح الفراشة على الاي بي دوت. وكتبت الاي بي بتاع السيرفر بتاع التكييف. وكتبت له في السطر اللي بعدها ابعت الاحداثيات للانجري دراجون. وقبل ما دوس سيند افتكرت السيرفر بتاع اليو بي اس. رحت دايس انتر. وكاتب الاي بي بتاع السيرفر وكتب لهم جنبه ما بين قصين هاني بوتس. يعني برطمنات العسل. وروح تعامل سيند. وابتدت افتح الاكواد اللي مروان الدهاني تاني علشان لما يدخل يلاقيني لسه شغال عليها. وفعلا بعد اقل من خمس دقيق لقيت مروان بيفتح الباب. بس ما كانش داخل لوحده. كان داخل معه براندي ومعه دكتور مينا. براندي رح بصيسلي وعلى وشه ابتسامة خبيثة. ورح يلي ايه اللي اخبار اسليمان ما اتطمنني. قلتول انا تمام كويس اهو شغال زي ما انت شايف. قال لي يا راجل طب كويس. وفضل واقف جنبي وانا قاعد اشتغل على الاكواد. وبعد حوالي عشر دقائق كده ابتدت رسائل تحذيرية تطلع على الشاشة الرئيسية. كان مكتوب فيها ان فيه اختراق بيحصل على سيرفر اليو بي اس. فلسه بقوم علشان اعمل نفس رايح يعني اعود على الجهاز الرئيسي وبوقف الهجوم. لقيت براندي رح حاطت ايده على كتفي. رح يلي امت رايح فين يا اسليمان. رايح اوقف الهجوم اللي بيحصل ضوة. فضحك وقال لي معقول هتوقف قريب لايم اللي انت لسه مدخله. فبصت له وعملت نفسي مغضوط. فادل يضحك بصوت عالي ويبص للدكتور مينا وقول له انت عارف كل مرة تثبتلي ان انت زكي اكتر من المرة اللي قبلها دكتور. مينا رح قال له احنا بنتعلم منك يعني يا براندي. ورح بصص لمروان وقال له خش بقى وحش وعرف لنا العيال ديت مكانها فين. قال له من يا براندي. وجري وقعد على الاجهزة. براندي رح بصص لتاني وقال لي بس اترف بقى اسليمان احنا مسلنا عليك الدور حلوة اول مرة دي صح? قلت له انا عزفهم انت هتستفيد ايه من اللي انت عملته ده. قال لي لا مان احد هستفيد هستفيد كتير. انت سلمتلي دلوقتي اقوى ورق الضغط ممكن اضغط بها على لايم. قريب واسليمان. لايم ممكن يستحمل العذاب لفترة طويلة. لكن مش هيستحمل يشوف قريب ودوت وهو بيتعزب. لانه مرتبط بي جدا. هيبقى كبيره معايا يومين. وبعدها هيقول لي مكان البرو كريستل. بس اتخالي يا سلمان انا كنت فاكرك اسكى من كده. مروان وهو شغال على الكمبيوتر ابتدى يضحك وقال لي انت متعرفش اسلمان انك دخلتهم جوه المسيضة. هما دلوقتي جوه الهاني بوتس اللي هي بارتمرات العسل. في الوقت دوت براندي رح واخد الوكي توكي من على المكتب ورح متكلم وقال ان عايز اتنين من موظفين الامن دلوقتي حلم في غرفة التحكم. وبعد اقل من دقيقة مروان رح نده على براندي. قال له براندي كل الاجهزة اللي دخل على السيرفر ديت بوت نت. فبراندي قال له يعني ايه بوت نت ما تقولي انا ما بفهمش المصطلحات بتاعتكو ديت. قال له بوت نت يعني اجهزة روبيتس مش اشخاص حقيقيين. فقال له طب ما تعرف مصدرها زي ما عملنا فلايم. قال له انا فعلا بحاول بس الموقع بتاعهم بيتغير كل عشر ثواني. اثناء هما بيتكلموا فجأة ابتدت تطلع رسائل تحذيرية كتير على كل السيرفرات. وحتى الخلفيات اللي كانت موجودة في كل الاسكرينز ابتدت تتقلب. من اللوجو بتاع منظمة اليمينيشن بروجيكت للوجو تاني كده عليه سنيك او تعبان ومكتوب عليه دارك ستورن. براندي بقى شايف الاليرتس اللي بتطلع علشان البريتش اللي بيحصل دوت او الرسالة التحذيرية عشان الاختراق اللي بيحصل دوت. وابتدى يزعق بصوت عالي يقول للمروان وايه اللي بيحصل بالزبط. مروان قال له في بريتش في اختراق بيحصل على كل السيرفرات. رح يقول له اختراق ازاي يعني. مروان رح يقول له في اختراق بيحصل على كل السيرفرات بتاعت المنظمة. براندي رح يقول له ازاي ده ممكن يحصل هما ازاي دخلوا عالسيرفرات بتاعتنا أصل قال له معرفش قال له هو مش انت ايهل ان سيرفر الوبس دوت معزول عن الشبكة بتاعتنا تماما و مفروض انه مالوش اي علاقة ولا بالسيرفرات بتاعتنا ولا الاجهزة بتاعتنا فقال له ايوة يا برندي قلت لك كده قال له لما انت قلت له كده يحصل ازاي قال له معرفش بانا بحاول افهمهو برندي رح يقول스 مروان اتصرف دي مسئوليتك مروان ابتدى يشتغل جامد ويحاول بكل قوته ان هو يوقف الاتاك اللي بيحصل ضوء لكن كل محاولاته فشلت وبعد اقل من 10 دقيقة رح قال لبراندي انا فقدت السيطرة تماما على السيرفرات قال له نعم يا حبيبي فقدت ايه؟ مروان في محاولة بقسة كده جدي على الراج بتاع السيرفرات ورح فصل الكهرباء عنه ورح مشغله تاني وفصل الانترنت عن المنظمة كلها لحد يعني لما يعرف يعلج الموقف بس لما دخل على السيرفرات اتصدم لانه لقى السيرفرات كلها معمول لها انكريبشن يعني متشفارة لدرجة ان مروانة كانش ولا ليه اكسز ولا عارف يفتح اي فايل من الفايلز اللي موجودة على السيرفرز كلها وحتى السيرفر اللي كانوا بياخدوا عليه الباك اف اتضربت براندي بصلي وهو متعصب جامد وقال انت عملت ايه اسنمان انت اقول قلتله وتخيل طلعت زكي زي ما انت توقعت بالزبط راح مشاور للامن علي وقال لهم خدوه ودخلوا قط العمليات هو ولايم وجهزوهم هما الاتنين انا الكلمة نزلت علي زي الساقة قلتله عمليات ايه انتوا هتعملوا فينا ايه قال لي ما تخافش قوي كده اسنمان هناخد شوية زكاء من دماغك الالمزات ديت الامن في ساعتها راح مكتفني وابتدى يمشي بيا لحد لما فلح ظلية نفسي جوه غرفة العمليات ابتدوا نيموني على سرير العمليات بالعافية ورح مكتفني باللحبال ما كنتش عارف اتحرك وانا قاعد بعافر كده وببص يمين وشمال فجأت بلايم موجود في السرير اللي جنبي كان بصصلي وما بيتحركش وعينيه عمالة دمع وبين على وشه اثار التعذيب كان زي ما يكون شايف وحاسس بكل حاجة لكنه فقد السيطرة على جسمه تماما وابتدت اسمع صوت المايك وهو بيشتغل وابتدى براندي والدكاتر يلفه حوالين السرير بتاعي انا ولايم ويجيبوا اجهزة كتير معقدة جدا حوالينا وسمعت صوت الراجل اللي ابتدى يتكلم في المايك وهو بيقول دلوقتي هنبدأ في التجربة رقم 88 عملية طيب لو حابين تعرفوا ايه اللي هيحصل استنوني في الكابوس الجاي انا عموما المرة دي مش هطول عليكو زي كل مرة بس انا عايز اقولكو ان انا بجد محتاج دعموكو الفترة اللي جاية دي قوي اكتر من اي وقت عدة هستناكو عشان حس ان انتو في ظهري بجد عايز الكل يعمل لايك عايز الكل يعمل شير عايز اسمع رأييكو كلكو في الكومنتات مش عايز حد يخرج من الفيديو دوت غير على الاقل وهو سايب لي لايك وكومنت اعرف بس حتى رأيك قبل ما اقفل بس كنت حابب اشكر مينا لبيب لان هو بجد اكتر واحد عمل شير عايز يا شبح لو اي حد فيكو عايز هو كمان يبقى ليه شخصية في الكابوس اللي جاي جاريت يعمل شير كتير ويبعتلي على الانستجرام او يبعتلي على الواتساب ولو مش هتقدر تعمل شير كتير ممكن تفعل الهاشتاج اللي هو هاشتاج كوابيس اندرسكور سليمان زي ما ظهر قدامك بالزبط وهسيبه كمان في الديسكريبشن طيب للناس بقى اللي متعرفش هتفعل الهاشتاج ده ازاي لو انت مسلا داخل وبتتفرج على اليوتيوب على اي فيديو حلو شبهك كده كل اللي هتعمله ان انت هتكتب في الكومنتات هاشتاج كوابيس اندرسكور سليمان واكتب جنبيها اي حاجة حلوة بقى على زوءك يعني مثلا اجمد قناة قصص خالية اجمد قناة رعب اجمد قناة قصص هاكرز يعني انت وزوءك بقى انا سيبهلك مفتوحة ومش عايزين ننسى الحلم يا اشباح مليون شبح جوه الكابوس مكملين ومع بعض ومفيش حاجة هتوقفنا واشوفكم على خير في الكابوس الجاي موسيقى